فقرة المدينة والعمران لما زلنا عندها الجنجل وفي انتظار جاهزية هذا الجنجل مشاهدين مستقبل في الأستوديو أمين بابا سليمان مهنس مع ماري والفتوهي طلع عليكم من خلال هذه الفقرة واليوم مشاهدين موضوعنا مهم جدا كنا بدينه كاملة في الأسبوع الماضي وهو قانون تسجيل عقارية 2008 الخاص بالمنازل المتممة وغير المتممة والآن مشاهدين حديثنا عن البنايات الغير مطابقة الخاصة بالشركات لكن الموضوع تقني بامتياز صباحك سعيد أمين أهلا وسهلا بك معنا صباح الخير أخت فرية صباح الخير الجمهور الجزائرية وخاصة المتابعين تعالى شرق نيوز وإن شاء الله يستفادوا معنا إن شاء الله بالبرامة المقدمة أكيد إن شاء الله يستفادوا المشاهدين خاصة أنه الموضوع تعل الأسبوع الماضي كان عنده صدق كبير حتى نسبة المشاهدة كانت لبأس بها على اليوتيوب يعني شخصيا وقفت عليها الموضوع مهم جدا نروح الآن إلى الشق الثاني من هذا الموضوع قانون تسوية العقارية 2008 الخاص بالمؤسسات والشركات فيما يخص البنايات الفوضوية غير الشرعية التي بنيت قبل سنة 2008 آمن لكن فيما يخص الشركات هل القانون يطبق بنفس الطريقة؟ نعم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والرسول الله صلى الله عليه وسلم باش نكملوا إن شاء الله الموضوع تانيتها كانت زرويت طرقت حبيت نطرق واحدة كما يقولوا جيها إن شاء الله في القانون هذا هي ما نهضروش غيرها على السكنات ونهضرو علىها بس كما في البناء راهو فيها مصانع فيها مؤسسات فندوقية فيها كما يقولوا ديزوبيتو فيها متعدد السكن متعدد خصائص تعاوه أنا من الطريقة هذي حبيت نجوز الميساج ولا نشوف نعطي نظرة للصناعيين ونوجهوا نيدا إن شاء الله مشاكل توحم وكما يقولوا إن نصيبوا صيغة ولا حل للمشكلة اللي راهو فيه الصناعيين بس كما في الصناعة راه تلعب دور كبير في الوطن وفي الصناعة الجزائرية بصفة مهندس معماري وإن شاء الله نطي حلول وإن شاء الله تكون حلول مبسطة مفهوما للمجتمع الجزائري وتطي فائدة للوطن والمواطن لكان زيرويت هذك اللي هدرنا عليها المرة اللي فاتت لكان زيرويت كما قلت تكذكا ما هوش غير السكنات راهو فاني في المؤسسات الناشيطة ولا في المؤسسات اللي حبست ولا اللي مازت تنشط ولا اللي راح تنشط في المستقبل إن شاء الله هذا القانون لو كان زيرويت ولا لو زيرو سيس كتر فين ديزويت 0690 يخصهم يخصهم من الجانب التقنيه كيف يخصهم من الجانب التقنيه باش نبسطوا الأمور كان مؤسسات كانوا يخدموا بكريم مؤسسات كانت ناشيطة ومعدة توقفت ومعدة المؤسسات هذك سواء باعت المحل تحى ولا كراته وكان مؤسسة اللي راح يناشيطة ذكا وكان مؤسسة اللي راح تنشط في المستقبل القريب إن شاء الله بس كما من الدولة الجزائرية وهنا من المنبر هذا يقول كين تسهيلات مناحة من الدولة الجزائرية مصنعين جزائريين بسلح إن شاء الله هذه التسهيلات تتعامن في الإدارة بس كم كين شوفوا القوانين اللي راح يضق الدولة الجزائية رسمتها ولا راح يطور الإنجاز يعني الإدارة ما توكبهاش الإدارة ما هيش توكبها بطبيعة الحال ما توكبهاش وما تطبقهاش يعني كين تسهيلات رسمية كين تصريحات فيما يخص العقار الصناعي لكن إدارياً وفي أرض الواقع ربما على مستوى السلوطات المحلية ما كاش تسهيلات نعم، نعم، التسهيلات هذي قد في اليوم نصيبوها التسهيلات كما قلت إذوكا كين أقوال وكين نصوص وكين أقوانين خرجت لازم واحد يكون يعرفهم نعم، كين نروح للأمر الواقع نروح للبلدية ولا الإدارات ولا الدوائر كين نحطوه لدوسي تحدو للصناعيين وليدوسي وش يكونوا؟ يكونوا فاني في التسوية وضعية مثلك سواء شركة راهي برخصة بناء غير مطابقة لرخصة مسلمة سواء شركة راهي متمامة بدون رخصة بناء ومعدا نروح للجزء الثاني شركة غير متمامة يلا نروح ونبدأ بالجزء الأول الشركات اللي بنات برخصة بناء لكن لم تحترم دفتر الشروط في هذا الحالة النوع الأول النوع الأول هي شركة متمامة وعندها رخصة بناء بالصحة غير مطابقة للرخصة المسلمة باش نبسط الأمور الشركة هذي راهي في طول الإنجاز وبنات قبل 2008 وهذه الشركة كدات الرخصة تحتها المهندس ولا صاحب الورشة ولا صاحب المسنع محترمش شركة ونبدأ الشركة كيف تبدأ الشكل تبدأ الشركة كيف تبدأ الأمور نقولوا شركة هذية شرائها ولا أكراها ولا أبنها أفاً كان يخدم زعما نقولوا كان يخدم الورق في الورق راح للتحويلات الغذائية ربما السناعات الغذائية بطبيعة الحال هنا كيروح للسيناعة الغذائية دفتر شرط يتبدل يتبدل دفتر شرط بطبيعة الحال الشكل تعدد من الشركة يتبدل لابلي برديتون الشكل تعدد من الشركة يتبدل الإدارات كبير لازم يكون مطبخ للعمال ديفوكين عندهم مرقد للعمال كي يخدموا جورين بطبيعة الحال هنا يتخص في هذه الحالة إذا كان بنا قبل 2008 وشنو هو الإجراء هنا لك كان بنا قبل 2008 وش نديروله هنا نعود نديروله تسويط وضعية لشركة نعود نخرج هنا بصفية المهندس نعود نشوف على استادراليزار تكليم عاية نخرجه نخرجهم ونعود نديروله نتاديليه ريال وبعد نديروله نديروله ونحطه المصالح البلدية في المصالح البلدية ويدومون ديولنا النطخ بسكراه مشاريكة راه دفتر راه كما قولوا دوسي تيكنيك بلس دوسي ديكسپلاتيون هذا الدوسي ديكسپلاتيون باش المشاهدين نديروله في الصورة هذان تسويات كيما قولوا دوسي ديكسپلاتيون ولا كلاسيفكاسيون تحشارك يتمشو ان دوسي تيكنيك يكون نارشي تكدل لك تولو دوسي تيكنيك يتعديليه لدسان لبلان اكتويل بلس ان روپورتاج فوتوغرافي بلس ان دوسي ديكسپلاتيون اللي هو كلاسيفكاسيون باش الدول الجزائري تكلاسي شركة تاعو يصنف مصنف يعني رسميا رسميا واش ما التصنيف يتقلو دول الجزائري سواء او لالبي او لالسي في حالة ما المصنع او لصاحب هاد الشركة ما تقامش بهاد الاجراءات وجاد شرطة العمران وفاقتلو واشنو هما العقوبات في هاد الحالة يعني تقدر تروح للهدم لحدز الممتلكات نعم اهنايا سؤال سؤال وجه هذا السؤال المشكلة راهو راهو اكتويل راهو حاليا مشكل هذا صحيح ملف العقارات صناعية يعني العقارات صناعية يكون من الاول اول امر تجي له هجل شرطة العمرانية وجي هنديلغاسيون مشي غير شرطة العمرانية جي السرفيس ده سونانغاس سرفيس ده هيدروليك سرفيس على البلدية السرفيس حمية مدنية هذو سنديلغاسيون تخرج هذو اللي يتخرج مع الدرك الوطني يتقولو انذار الاول انذار باش الانذار هذي لكن لكن دوسي تاعو استدير مهوش مهوش اكتجيال ومعادة لا ما نلباش النيداء يخرج قرار بالغلق بالغلق بسكراه مؤسسة راح يفيها عمال وراه يمؤسسة تنشط وتخرج مواد صناعية ومواد صاريحة للاستهلاك بطبيعة الحال لازم هنا لازم الشرط لازم تطبق عليه فورا لازم يكون يوافي الشرط المنصوص عليها نحن شافوا الصور اللي جبتهم لنا هذا فيما يخص نفس المصنع هذو هذو 4 مصانع 9 مصانع نبدوا بهذا المصنع هذا المصنع الأول هذا متمم مع رخصة بينة غير مطبقة للرخصة المسلمة للخصة المسلمة وشنو هذا بدل الناشاط التاعه هذا بدل الناشاط التاعه بطبيعة الحكي بدل الناشاط التاعه الشكل تعلزانغار يتبدل والإدارة تكبر لتو إدارة تكبر بشكل م 업ظفين يستقبلوا بزاف يكونوا عندو موظفين بزاف والمرافق المخصصة للباركينج الجروب الإلكترونج السيستم الانتينساندي لازمي بطبيعة الحال لازم ترسبيكتي لكميونت الحماية المدنية قوانين صارمة قوانين دولية معمول بها دوليا معايير دوليا تواكب الصناعة اللي رهو يخدم فيها اكيد اذا في هذه الحالة صاحب الشركة هذا صاحب الشركة درنا له دوسي موديفكاتيف سلون للواء 508 المسلعة همو شيد افن 2008 وعندو البرمي تقنسلوير درنا له 508 دوسي ريجولياريزازيون تعل الشركة تاعو كي مراهي اكتويا زيدنا له دوسي ديكسپلواتاتيون دوسي ديكسپلواتاتيون ودفعناهم المصالح المعنية هي البلدية والدائرة ونتبعناهم نتبعوا لدوسي مع المصالح التقنية اللي هي الحيمية المدنية الصناع الغاز اللي ترابوا بيبليك والإدروليك وهما هونتو كين فاندو سيريس هذو لازم نتبعهم الموارد المائية هذو نروحوا الفلاحة نروحوا لمشروع تاني مشروع مكتمل بدون رخصة نعم هذا مشروع مكتمل بدون رخصة بناء بدون رخصة بناء يعني شويدة قبل 2008 يعني يدخل في قانون تسوية العقارية لا ممشوز هذو عمدو نديرو شو ما الإجراءات الإجراءات هي نخرجوا الميدان نعودو نديرو كيما قلت شكرا لكا ايطا ديليو ايطا ديليو اكتويل باسمو اه بيكا روبرتاش فوتوغرافيك بلوس ان دوسي دي اكسبلاتي كيف كيف كتمشو في زوج برك الاخر كان عندو رخصة بناء هذا ما عندو شخص بناء في زوج يدخل في تسوية بضعية اللي هي كانزروية تاع المؤسسات بتاع المؤسسات الناشطة هذا فيما يخص الحاضرة هذا نفس المشاريع نفس الشركة هذه شركة ثانية هذه الشركة الأولى عندها رخصة بناء هذه الشركة ما عنداش رخصة بناء في زوج متمامة وهذا إداجة ايضا شرطة العمران والوفد اللي هذرت عليه تعال رقابة فهذا الحالة ايضا الغلق التشميع ربما وحتى الهدم نعم الغلق التشميع لم يكن عندو هذو اللي هذرنا عليهم كما يقولوا يسلك يدخل في القوانين معمول بها دوليا ولا وطنيا هنا يجب أن يكون عندو اندوسي لإكسبراطاتيون اللي هو اللي ينذيرهولو وبلس اندوسي يحطوه في البلدية لعطوالها ريسي بي سي تعلق كنزروية لازم المصالح تقنية تجيريه تقول له أسكو درت تسوية تاعك يقول له يقول له يقول له وعطينا لابريض يطيلهم لطالو هذك يحطوه في البلدية زيد يقول له صحة زيدنا تصنيف ثاني تعليك لوسط نسع شركة يطيلهم التصنيف بس كنحن نحطوه لدو دوسي هذو يطيلنا دو طالون دو طالون لهم وصل إيداع وصل إيداع باللي رك حطيته ندوسي في المدني يتم هنا يطيلهم هذو دو طالون رهو أكتويل رهو قانونيا المعدة وش نقول لي يقول لي كل ما يجي برخصة يقدمها المصالح تقضية هذية يخلي نسخة عندي ويخلي نسخة عندو الوريجينا وكل ما يجي له يقدمها لهم كطبيعة الحال يقول لي قانونيا نروح للنوع التالث يعني غير متمم لكن برخصة نعم هذا الصنف التالث ونحن يوين نروحه غير متمم حضرنا الصنف الأول متمم متممة برخصة برخصة لنتحترم الشروط بدون رخصة هذا الصنف الثالث شركة راه ناشيطة ولا راه في طور الإنجاز ولا مازال ما نشططش راه غير متمم مع رخصة برخصة هذا ماكملش بسه عنده رخصة برخصة برخصة وشنو هو الحال يتابع نفس الإجراءات نفس الإجراءات إطادي لي بلس الروبورتاش فوتوغرافيك بلس هنا لازم يقدم منا وش من الوظيفة اللي يحي ديرها بس كي جنرام ولي غير متممة زي ما كي ني غير متممة ما على برش وش يحي دير اكتيفيت يقول لك حتى نكمل نكمل الاميناج مو انتريور وإكستريور ومعدها ومعدها نشوف وش نحن دير هي نرمامو خطأ لنا نرمامو من الأول يقول لي وش نحن دير بس كينا في الدوس يتحطوه في البلدية ولا في المصانح التقنية ما نقول لهم شو أنغار وخلاص اردو ستوكاش مم اردو ستوكاش مم انغار تحطي فيه السلع لازم تكتبيها اكتيفيت يعني لبعض من الشرط مالا احنا علش علش الدولة الجزائيلية دارت هذها احنا اولتها للنظام ما هيش سكانات راهي راهي مؤسسات وثانيتها باش باش مصارح التقنية والمصارح المدنية ستو في الحرائق واللزان والفايضات تتحكم في هذا النوع من الكوانس ستو ستو الحرائق بس كو ما نحكيوش عن المواد الغذائية نحكيو البطاريات نحكيو على مواد خطيرة نحكيو على مواد سريعة انفجار هذه لازم تكون كراسيفيكاسون تخيكت لازم تكون قوانين صار ما معمول بها صح انا لم نستطدر لم نجوز الميساج لازم لازم المصنعين هذو لازم نسمعو لهم ولازم بالواجبات وبهذا القوانين اللي تنضمنا شان تصطحهم نروح نشوفوا المشروع الاخير اللي هو غير مكتمل ودون رخصة هذا غير مكتمل هذا الصنف الرابع غير مكتمل وبدون رخصة بناء بدون رخصة بناء شويدا قبل 2008 شويدا قبل 2008 هذو يطبق عليهم هذا اللي يقول لك مع البالي شوش حندير يستطيع يشري عن تيرا ودير دي زونغار وبعد دي فوات تكونوا دي زاكتيفيتي بزيف رمعاش ستوف بالإزام في روحوا اللي فوار ولا يجبوا دي بلز ورحوا في قيد الإنجاز يخمم فيه مع البالي أو يدرس في الاحتمالات وشنو بلك يدير مؤسسة للمط الاسمو للعجالات كان يقول لك بلك ندير نعيات على ستيك هذاك يقول لك ندير مؤسسة للورق كان يقول لك ندير مؤسسة تخدم الطن كان يقول لك تعالون بعلاج كل واحد عنده دي بروبوزيسيون روي خمم فيهم سي بورسات سي بيهم يبني وروي خمم يعني حتى ولو القطعات الأرض يعني التاعه ملكية تاعه ما يقدرش يبني فيها بدون رخصة وبصفاء شوائية يعني في هاد الحالة هاد المصنعين ما يرحوش حتى البلدية باش يتحصلوا على الرخصة نعم هنا بطبيعة الحالة هنا وش يديروا هاد المصنعين قلت لك كوم كين ما كاش تسهيلات وما كاش ما كاش أذنون صغية وش ندمون ديما نقول لهم المصنعين هادو استمعو لهم روياتي يعطيك دي بلوس وروياتي يعطيك إيجابيات للوطن والمواطن يعني حيكون إضافة للاقتصاد الوطن رحيكون هادي مينموم وتنجم تكون إن شاء الله لكينت متابعة أنا وش نقول لهم هنا يا لجنة توجون عودوا نولي للجنة لجنة مخصصة كيمدرح ندلون إن شاء الله لجنة مخصصة للبنايات للبنايات ندلون لجنة مخصصة للصناعيين نسمعو لهم يالي وكن ندلونهم منهار في السمانة في البلدية ولا في الدائرة في الولاية ندلون نبعث لهم بيكم ندلون أبواب مفتوحة نوعيهم تكون لهم ثقافة قانونية ويتلاقوا مع أيضا التقنيين مهندسين يفهموهم الإجراءات بشيء نقضيو على العشوائية يعني صحيح والفوضى صحيح رح يوفروا ربما يد عاملة لكن من جهة أخرى الشعبوية تعالى تتعاون ونسي فيها وش الحب يعني هذا غير مقبول وبعد كل البعد عن القانون في هذه الحالة يعني ده ما تحصلوش على رخصة وربما السؤال الأهم هو إذا كلهم بنوا بعد 2008 وشنه هو الحل أمير نعم هنا مشكلة مشكلة كبيرة هنا مشكلة كبيرة هنا مام لدنيا فهل هترتعليه في الجزء الأول المنشاهدين إن شاء الله لهم بش نديرهم في الصورة مام الجزء الأول هضرنا على لو كان زرويت مام في البنايات مام في المصانح بس كيراهم هذو نقطتين هذو هذو زوج نقاط بلك المواطن ما يطيهمش أهمية بسحكي تشوفي تعيشي تعيشي هذا المشكل وتكمباريه وتشوفي بليا فائدة للواطن فائدة للواطن بلس للمواطن هذو زوج نقاط هنيا باراكزمبل كين السوكتو ولا نسكتو ولا واحد ما يهضرش هذو المشكلة راهو يكبر هنيا لبنا أبخي دو ملويت راهو راهو في مشكلة كبيرة علش راهو في الوطن علش نحن ندرولوش تسهيلات علش نسمعولوش الغلطة ندرولوش غلطة مرة جاية ندرولو كينما قلت لك ذوق اللجنة مختصة ومام هذو المصنعين يروح وحده وكين يروح للمجنة المختصة يدي معاه ديزان جيني ولا ديزار شي تاكس يدي معاه يعني تفعيل دور للمهندسين يعني نعطلو المهندس المعمالي في جزائر من شماطين وأهمية كبيرة للأسف هذا المشكل الكبير أنا أقولها صراحة المصنعين هذا هو الهدف من الفقرة بارك الله فيك المصنعين جزائريين كنت نجم تقولي 81% ولا 90% ما يسمعوش للمهندسين تواحهم ولا للمكاتب دراسة تحهم بس أنا كي ما نقول وماما نقولها دايما أنا خير لارشيتك لي ما حسدكش ماذا بي تخدم وماذا بي تتكبر مشروع تاك وماذا بي بس أنا فايدة تاكي فايدة تاكي انتقد من المشروع تاكي يكبر أنا ربح التاكي روي يكبر صدر توجو عندي عندي علاقة بينه وبينه علاقة ربح ربح أكيد أنا كي نعطيك دي كونسي ونعطيك حلول ونعطيك نعطيك استراتيجيات ونعطيك توقعات ونعطيك نعطيك المشكلة اللي ركي حطيح فيها أبري عامي وللتسنين ما تكونش لازم تقبلها هذه الفكرة صحيح خاصة إذا ما هدرنا ربما على هذا النوع من البنايات يعني تكلفاتهم باهدة ثامن يعني استثمار كبير في المقامل يكون غير قانوني ويعني غير مشروع يعني يقدر يروح للهدم وفي بعض الأحيان للغلق شحال تكلفاته هكذا كي ما هذا يا شوفي أنقار هذا كي ما رأوا هكا يا شوفي هذا منيموم منيموم با 4 مليار كي ما رأوا هكا كي ما رأوا هكا كي ما رأوا هكا جيس كامتنو يعني المستقبل ياخد يعني يغامر بلا الأرضية بلا الأرضية يعني يغامر باستثمار كما هذا يعني يشيدو بدون نخصا أمر غير منطقي هنا أنا باش نقول باش نبسطو الأمور فعني هذه قبل كانت ثوضة كبيرة كانت ثوضة كبيرة ذوكا حمد لله معدو جزائرية والقاملين يجدد هدو يرهم كانوا قوانين بسامية الاسبيكتي وذوكا رام الاسبيكتي ذوكا متسويبش بلك كما خفش نكذب ما كاش مصنعين ذوكا يرهم يخدمو بلا دخصة بناء الحمد لله أبدال وعي يتمشى وبدأوا المصنعين يفيقوا بلي كانت بكري كانت لعمر شي يتوطع البكري من هبا ودب يجي دير مصنع ويجي دير هكا ويجي دير هكا ذوكا راهي حمد لله وقرة المشكل الحمد لله كما قلون الحق المصنعين بقى المشكل بارك في التسهيلات الإدارية هدا ما كان هدا بمشكلة لنعيشه يوميا في التسهيلات الإدارية سواء في رخصة بناء سواء في المستقبل تعلق القهس ثم في المستقبل أو في المستقبل سواء رغم Quindi التصريحات الرسمية تقول أنه هذه السنوات اقتصادية بامتياز واني الحق نوين المرحلة وين لازم نرفع مستوى الاقتصاد للوات يعطيك الصحة شكرا جزيلا شكرا لك لكن ما وجبتنيش على سؤال فيما يخص البنايات التي شهيدت بعد 2008 ما كاش حل في هاد هنا يا ما كاش حل يعني كي انتغر قانونيا هنا انتغر قانونيا نعود نقول لي وللجزء الأول هنا نندد ونطالب إن شاء الله تكون لجنة مختصة لتسوية الملفات كيما البنايات كيما المصانح تكون أبا خطيق كيما قولوا باريكزون بنسميوها تكون من 2023 لتحت نسوي كل البنايات سواء بنايات سواء المصانع المشيدة أبخي هذا القانون تكون إجراءات سريمة لا تحطيش كهرا سيمة ولا تحطيها كنبورت لازم تكون البلاكة ولحتم سمار في الحيطة لازم يكونوا مع الشرطة العمرانية وتكون النجنة مختصة متباعة هذول المشاكل وإن شاء الله باش نقضيه وعلى الفوضى إن شاء الله المقترح تكون عنده أدان صغية وإن شاء الله نصيبه حلول شكرا لك أمين أنك تنقلت اليوم جتنا من البوليدة تحية حرى للعائلة اللي راي تتبع فينا اللي راي تتبع في المشاكل من البوليدة